في هذا الفيديو سنفعل تطبيق ثاني سنصمم الوجهات الرسومية أو الـ GUI عن طريق البايثن طبعا في الفيديو السابق المثال بسيط سوينا في الزر ومن خلال هذا الزر تحكمت في الـ LED الموصول بمايكرو كنترولر هنا عندي التطبيق الثاني نجون شيء نشوف البرنامج اجع سوي رن لكي نشوف التطبيق عندي سيكون عندي عنصرين في الـ main window التطبيق الاول كان عندي فقط الزر من خلال قدرت ان اتحكم بالـ LED دل مرة سأكتب الأمر عندي هنا في الـ text في الـ text field عندي اضع اي امكان بعدين ارسل عندي طبعا هنا عندي error لانه يعني ما ارسلت البيانات الصحيح مثلا لو ارسلت for ارسل ارسل لانه اي ارسل 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 البرنامج اني ارسل رقم او قيمة التاخير اللي سيكون للتشغيل اليد في الماك كنترولر بعد اول ما اضغط زر رح يرسل الماك كنترولر فرح يكون مشابه تماما للتطبيق اللي قبله ولكن اضفنا فيه اللي هو التكس بوكس اللي اقدر خلالا اكتب ااااااااااااااااااااااا اتكس بعد ان ارسله ما اك الكنترولر wyksa هما شامنا في البداية عندي الاستادية مكتبة تك انتر عندي هنا في اليوم الكتابت طبعاااااا هذا اتكلمنا عنه في الفيديو السابق شو entities رح يكون عندي اعط اسم لي مائن هاتلة اللي سياه يكون و uważasia واردو رح تكون في داخل المائن واندو جميع عناصر ال جيو اي فهنا عندي المين اوبجكت وش يساوي من خلال مكتبة تيك انتر راح انشأ راح استدعل لي اا تيكا مثل اللي راح تنشأ لي المين وندو بعدين راح حط التاتل اللي زي ما شفنا عندي انتر تايم ديلي بعدين احدد الصايز حق المين وندو زي ما شفنا عندي انشأت هنا عندي المين وندو بهذا الصايز اللي حددت هنا وهنا عندي المين تايتل للمين وندو نفسه انتر تايم ديلي بعدين عندي اول شي عندي اللي يقول تكس باكس اللي اقدر اني اكتب فيه تكست فهذا انشأت من خلال اوش اختر اسم طبعا للي راح يمثل هذا الابجكت Do my entry يساوي تك انتر دوت انتري طبعا انتر ميثود راح تسمح لانه سوى تكس بوكس طبعا راح التكس بوكس راح يكون عندي في المين ويندو اللي هو قلنا اسمه راح يكون روت او نقدر نغير نحط لأي اسم ثاني طبعا هنا نقدر بعد ما نحطه طبعا بعد ما نحدد ان الوبجكت اللي هو التكس بوكس راح يكون في المين ويندو نقدر انه نكتب الخصائص الثانية بالنسبة للوبجكت نحن عندنا هنا وش سوينا بي دي ساوى خمسة اللي هو طبعا البي دي اللي هو الاطار الخارجي لل للوبجكت زي ما تشوفون هنا عندي عندي هنا الفرايم او البوردر حطيت قيمة خمسة فلو اجي اخلي مثلا اثنين سيف رن شغال عندي طبعا البرنامج لازم نطفيه عندي هنا لو تلاحظوا نتغير ما هو مرة واضح البوردر لو اجي اقفل ارجع بخمسة سوي سيف بعدين رن هنا عندي اوضح يكون اللي هو البردر بعدين عندي اللي هو العرض عشرة بعدين لا ننسى زي ما قلنا الباك او شي يحط اسم العنصر اللي انشاته بعدين دوت باك رح يحط لي في المين وندو بعدين عندي الزر حطيت اسم اللي هو ماي بوتن يساوي بدنا نحط تك انتر دوت بوتن مثل اللي رح تسمح لاني انشاء بوتن طبعا البوتن بيكون ايضا في المين وندو هنا عندي حدد العرض والطول او العرض والجدفاع بعدين التكس اللي رح يكون في البوتن اللي هي اون بعدين اذا تم ضغط على الزر رح يروح للدالة اللي هي اسمها فلو نيجي نشوف هاد الدالة هاد الدالة نفس الدالة اللي شفناها في الفيديو السابق ولكن قلنا رح نعتمد على على امر التحكم او التكس اللي رح نرسله رح نلاقي عن طريق اللي هو التكس بوكس بعدين لازم ناخد محتوى التكس بوكس وحطه عندي في متغير بعدين ارسل اللي هو القيمة اللي استقبلته من التكس بوكس رح ارسله لمايكو كنترولر عشان يقدر ان يتحكم بالالي دي فهنا عندي او شي عرفت متغير يساوي ماي انتر ماي انتر طبعا قلنا هو اسم الاسم اللي رح يمثل التكس بوكس يعني باختصار كني قاعد اقول ان هذا المتغير اللي انشاطه رح يساوي محتوى التكس بوكس فاللي رح يعطيني محتوى التكس بوكس اللي هو الـ get method فعين عندي انا اخترت اسم الـ textbox.get رح يصلي البيانات اللي موجودة في التكس بوكس بعدين عندي ويساوي نفس الـ يعني كذا انا هنا عندي محتوى التكس فعندي محتوى التكس رح حوله لـ float اوكي فعندي اول ما سوى طبعا هنا سوى نحن كاسل القيمة نفسه عشان يحطك في الوقت يعني لو اكتب مثلا 4.5 4.6 ما يكون عندي اي اشكالية او نقدر نخلي انتجر ولكن لانه الدلاع عندي يمكن يكون يعني مستخدمي بثانيتين ونص وزي كده بيكون عندي decimal value بعدين عندي my button لوزر رح اغير خصائص الـ الـ button رح سوى disable زي ما شوفنا في التطبيق السابق رح يعطل الزر بحيث ان مستخدم ما يستخدم اذا ضغط مرة واحدة لما يرجع يتفعل من جديد ثم يرسل الامر الجديد فعندي اول ما يعطى البطن وش رح يساوي رح يرسل ال ادي واحد يساوي بعدين بعدين قلنا دل مرة ما رح يكون عندي انا اكتبها رح يكون محدد من القيمة اللي موجودة في التكست اللي حطاها المستخدم فهنا حطيت مثلا ستة رح حطه في هذا القيمة بعدين رح يرسل لي امر تشغيل الـ بعدين رح يسوي ального رح يكون عندي خمال فيلترولر وjadiه بيانات تأتي على حسب هذه البيانات رح يأ الامر اللي انا بيه. انا اقول لي اول ما تستقبل ال اي دي واحد يساوي اون شغل الليد فكذا رح يكون شغال عندي اه في حلقة لا نهائية. فامر الانتظار عندي يكون في البيتن لان البيتن اوتوماتيكيا بعد اه دليل اللي انا سويته رح يرسل امر ايقاف التشغيل. فهنا عندي اللي تعليم الديلي. حطيت القيمة اللي استقبلتم التكس بوكس عندي. بعدها رح ارسل امر اطفاء ال اي دي بعدها رح افعل البوتن زي ما نشوف هنا اول ما ضغط كذا ما رح اقدر استخدم الزر لما انتظر لزمن اللي حطيت اللي ست ثواني بعدين بيرجع ثان ما رح اقدر استخدمه بعدين عندي في النهاية طبعا زي ما قلنا لا ننسى نسوي استدعي اه المين لوب عشان انه يخلي البرنامج عندي شغال في الانترنت لوب. فهنا نجي نشغل الدارة ونشوف هذا الكلام. نجي نكبر. نجي نشغل برنامج. نشغل الدائرة. نجي اول شي نحط ثانية. ون. طفع عندي. نحط ثانيتين. لو تلاحظون اطول. لو اجي احط. سبع ثانية. فكذا نلاحظ انه رح يطول. سبع ثانية بعدين رح يطفي. فهذا البرنامج عندي. نجي نشوف الكود في ميكو كنترولر. طبعا نفس الكود اللي قبل ما يعني ما ما غيرنا اي شي نفسه. لان لو تلاحظون من من جهة الميكو كنترولر. رح يسوي نفس الخطوات اللي سويناه في الفيديو السابق. رح ينتظر في الانترنت لوب عندي لما تجي البيانات. بعدين يتحكم او يسوي بالامر. بناء على البيانات اللي ارسلناه من من الكمبيوتر. فلو نيجي ننزل للمين بروغرام عندي. ما عندي ما عندي الا دالة واحدة اللي هي كنترول ال اي دي نفس البرنامج السابق. اذا عندي اذا عندي بيانات جاهزة في السيريال بفر. نيجي نشوف اول شي هل هادي البيانات او التكسل اللي استقبلته هل هو ال اي دي ساوي اون. اذا كان فعلا فراح يشغل ال اي دي ورح يسوي ريسة للبفر. بعدين عندي اذا كان ال اي دي وان يساوي اوف راح يطفي لي اللد ورح يسوي ريسة للبفر. نفس البرنامج اللي في الفيديو السابق. لان زي ما قلني عندي فالبرنامج. الحاسوب راح يرسل اللي هو اما ال اي دي واحد يساوي اون او ال اي دي واحد يساوي اوف. هنا عندي اذا كان ال اي دي. اون. زي ما قلنا راح يشغل لي ال اي دي ورح يسوي ريسة وفي الحالة الثانية اللي هو ال اي دي. اوف. راح يطفي ال اي دي ويسوي ريسة للبفر. طبعا هنا ما راح نحتاج الدالة اللي هي فاين وقت سترنج. هذا عندي البرنامج زي ما شفنا شغال.